من نيويورك نرجع للقاهرة وتصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر طارق عامر أجرى مقابلة مع شركة بلومبرج الأمريكية أكد فيها أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح من ناحية السياسات الاقتصادية وبتتحرك بسرعة كبيرة وأن معدل التضخم وصل لزروته وأن الحكومة كانت صارمة جدا في سياستها النقدية لأنها بتعتقد بأهمية هذه الإصلاحات بالنسبة للأوضاع الاقتصادية حتى تتحسن الأمور سريعا طارق عامر كمان قال أن البنك المركزي بيستهدف خفض معدل التضخم لـ 13% ربما 3% أو 3 نقاط زائد أو 3 نقاط أقل وده يكون خلال الرابع الأخير من 2018 وأن المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط هو 7% محافظ البنك المركزي كمان أكد أنه بيستعد أو بيستبعد أي صدمات كبيرة للاقتصاد أو للأسعار خلال العام القادم